السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم يا رفوك عاملين اي? يارب تكونوا كويسين. تمنى حشتوني قوي. وانا بقى كتير قوي فعل مطلعتش. ولا اتكلمت معاكم في اي حاجة. وبقتل من نزل لكم شورتس كتير. بس معلش يعني شوية ظروف ومشاكل كده بسيطة. المهم قبل اي حاجة احب اشكور كل اخواني واخواني تشتركوا عندي في القناة الجدد. واتمنى ان الفيديوهات تعجبكم. والفيديو يعجبكم يعني. ويا ريت طبعا نصلى على النبي ونسكر الله ونقول لا اله الا الله. وندعي الاهلنا في فلسطين. ونترحم على الشهداء وندعي للجرحة يقوموا بسلامة ان شاء الله. وندخل على الموضوع. والموضوع هو بتتكلم عن الناس. اللي ما بقتش بتتكلم عن القضية زي الاول. ان في ناس كتير جدا بغيرت المحتوى بتاعها. بقتش بتتكلم في حيات عادية خاصة. رجالة الحيات العادية تاني. ما بقاش فيه يعني الحماس او اللي كان موجود في الاول عند الناس. ان الناس تقول تتكلم عن القضية. ان الناس تقول تتكلم عن فلسطين. ان الناس توصل بساطها. ان الناس تتكلم عن اللي بيحصل. الموضوع لسه مخلصي ولسه في كل يوم شهداء. وعلى فكرة الشهداء وصلوا من تلاتة وتلاتين الف. والجرحة وصلوا لواحد وخمسين الف. ودلوقتي بقى فيه مليون ونص نيازة على الحدود المصرية. يعني الوضع بقى صعب واكتر من الاول. دلوقتي احنا محتاجين نتكلم اكتر واكتر عن الموضوع. يعني لسه الموضوع مخلصي. كل يوم التاني فيه شهداء وفيه جرحة. لسه مازال الوضع اخطر من الاول. ودلوقتي بقى فيه يعني نازحين كتير. يعني منطقة بتاخدش غير تلتمية الف واحد بس. دلوقتي بقى فيها مليون ونص. والوضع بقى اخطر من الاول. والناس بقى بتعاني اكتر من الاول. واحنا كل يوم بنشوف صحفيين بيتشهدهم. وبيسيبوا اهليهم وراهم. يعني الاخر حد شفناه. اه حمزة ابن الاستاذ زوائل الدحدوح. وكان معاه برضو اه مصطفى بصورية. فكل يوم التاني فيه جرحة وفيه شهدة. فامتى هلتكلم اكتر? امتى هنوصل صوتنا اكتر? احنا الاول كنا نقول يا جماعة تكلموا بالانجليزي عشان نوصل صوتنا للغرب. الغرب فيهم الموضوع. مازالوا بيتكلموا عنه. مازالوا بيعملوا كل حاجة عشون خاطر فلسطين. واحنا في ناس عندنا تكسط على الموضوع. ما بقتش مهتمية زي الاول. يعني زي بتقول اي خلاص اعتادوا من المنظر. او اعتادوا على الموضوع خلاص يعني ايه يعني كل يوم شهده. كل يوم ناس تموت عادي. لا. لازم احنا اللي نتكلم احنا كمنشئين محتوى صوتنا بيوصل اكتر. صوتنا بيوصل اسرع. فيا ريت نتكلم. احنا الاول كنا نقول اتكلموا بالانجليزي عشان يوصل للعالم. بعدها قلنا نتكلموا بالعربي عشان يوصل لبعض الناس. بالوقت احنا نقول اتكلموا بس. يعني اتكلموا. لا بالانجليزي ولا بالهلغريفي. احنا في اي حاجة بتحصل. على فكرة يا جماعة انتم لو بصيتهم هتلاقوا المخطط اللي الخنازيل عاملينه بيحصل. هم المخطط اللي عاملينه بان هم يودهم مجموعة مصر. سينة. ومجموعة تانية الاردن. وعلى فكرة ده اللي بيحصل فعلا. لما يودهم مليون ونص نزح على الحدود المصرية ما بينها وما بين مصر بس يعني خط كده بس وخاص ويرفله من الحدود ما هو ده مخطط اللي هم عايزين يعملوه. وما حانتش يفتكر ان الموضوع بعيد عنه او بعيد عن بلده لا. كله جاي جاي. لو احنا ما تحرقنوش او ما تكلمناش اكتر او وصلنا صوتنا اكتر واكتر كله جاي جاي. فانا بتمنى ان صوتنا يوصل. وان احنا نرجع تاني نتكلم عن الموضوع. ما نعتادش الموضوع خلاص او نعتاد المنظر. او نتكلم امور اكتر واكتر. ونتكلم حتى عن الدول التانية. عن السودان عن سوريا. عن الحاجة اللي بتحصل فيهم. احنا لازم نوصل صوتنا في كل مكان. فاتمنى ان احنا نستمر. ونرجع تاني ان احنا نتكلم ونقول. على اللي بيحصل. ولحد ما الامور تهدأ. او على الاقل على الاقل او من الناس دي بتحققها تعيش داينا بالزبط. لذا ما احنا حيشين. الناس drama دي لوم ما بتسيتش وين الحرب. هتموت من الجوع. انتم متخetterين يعني معاه? انتم انتم بتقدروا يعيشوا يوم غير اكل. مثلا بمتقدروا يوم واحد عيشوا من غير اكل. ما اعتقدش ان هش عن احد يعيش من غير اكل. واتن تقدر يعيش من غير ميه مفيش الحد بعيدة من غير مياه. الناس دي من غير اكل وغير peers. حتى المية اللي بيشربوها مية ملوسة. هم تخيبين? الامراض اللي عندهم بقت كتيرة. يعني والامراض دي مسلا مش هتبقى عندهم هم بس اتنتشر في كل مكان. فيا ريت نرجع تاني نتكلم. ويا ريت نوصل صوتنا اكتر من الاول. الموضوع بقى اسوأ من الاول. والمخاططين اللي هم بيعملوها. يعني هتبدأ تتنفذ. ويا ريت الناس اللي بتحط صور على اغاني او اغاني. يا ريت نخفها شوية يعني. يبلاش عادي كده نحط الحاجات ديت ونبقى عادي لا مبلاء يعني. ميبقاش اهلنا في مكان بضربة وعندهم شهداء وعندهم واحنا عادي بالنسبان عادي. غنو ورقص ومش عالف نحط صور على اغاني ونحط فيديوهات ونعمل. يا ريت نخف شوية من الحاجات دي يعني. بس وده كان فيديو النهاردة اتمنى الفيديو يعجبكم. وفضلا وملايس امر المشروع في القناة اشتراك ويفعل الجهاز عشان يصنبه كل جديد. واشوفكم في فيديو قريب ان شاء الله. يلا. سلام.